النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو التشنق المهبلي. وعلاقته بصعوبة انه يحصل علاقة زوجية. اللي بيحصل في التشنق المهبلي ان الزوجة بيبقت عندها تشنق في عبرات الخط. وفي عضلة المهبت. عضلة سمعت بيبوك اكسجيز مصلتي بيبقى. الزوج ميقدرش يدخل. حق لو قاعده مش مش شهر ولا بنزل من الناس بتجيه. لو في انا فيه ناس جاد يبقى لهم عشر سنين. طبعا ما فيه تشنق مهبلي يا جماعة مش هيفصل علاقة حميمية طبيعية. يبقى ايه الحال اللي لازم الموضوع ده علاجه? ده مش بيبقى تخص العضلات. علاجه عن اه مش 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 في اي تخصص تاني. آآ علاجه بيكون عنده التخصص العلاج الطبيعي. ومش مراكز كتيرة حتى في العلاج الطبيعي كمان متخصصة فيه. العلاجة عبارة عن آآ آآ بيبقى تلات زيارات. آآ نسبة طبعا النجاح آآ ما شاء الله احنا الجهاز بيجيز درجة الجهاز جاي من الاتحاد الاوروبي مخصوص للتشنق المهبلي. بيجيز درجة الانقباط ودرجة الامبساط. فازن احنا منكون متأكدين من النتائج بتاعة حالات التشنق المهبلي. ليه? لان احنا آآ طب ازاي ازاي دكتورة راني عن الجهاز هيدخل جوه? احنا الاول بنافع عضلات ضدار الكود كلها. عن طريق جلسة التحضيرية بتتعامل في الاول. وبعد كده الجهاز ده جاي من الاتحاد الاوروبي فيه بروب للتشنق المهبلي. وبروب ليه الارتخاء المهبلي. بنشتغل البروب بتيب تدخل على درجة انقباط المهبلي. يعني يعني هي عندها قابلية ان هي تنقبط على درجة انقباط المهبلي. وترتخي بالداكل بشكل معين. لحد ما المريضة بتوصل اه الارتخاء. مية وثلاث زيارات بنعمل فيهم جلسات. لو اه وبنشوف الاياسات. المفروض ان احنا يعني اول مرة بعيزة للجلسة اني اشوف اه درجة الانقباط. ودرجة الانبساط. اه طالما اطمنت ان العدلة زي ما حصل فيها على طولة الانقباط. ما كانش فيه علاقة زوجية. اه بقى في انبساط خلاص. اه وبعدين اه بشوف في تاني جلسة اطمن اني حصل ارتخاء درجة تمام. في اخر جلسة بشوف اه درجة اه بنزل الدرجة معينة. بنخلي الزوجة دي مش النورمال بنخليها زي الناس اللي هما آآ بيرعبوا عليه اللي هما اللي هو كبتعيتهم عالية جدا. وفي الحالة دي آآ بتحصل العلاقة بنعلمهم الوضع اللي يحصل منه العلاقة لان الوضع التبليط اللي يمكن ينفع في التشنج من البني. بنزيهم ايام التبليل عشان نعوضهم الايام اللي فاتت ان شاء الله ويحصل حمل آآ سريع. طبعا نقدروا التاني ان احنا ندخل دي مش مش حاجة دي بتشيل الرغبة او الخوف. لكن دي مش هتعايد دي مش حاجة دخلت هو العضل عملت لها ارتخال. ما عملناش ارتخال عضلات كدر الخوف. البوتوكس برضو من الحاجات اللي بتاعلي بتاعلي بتتشنج المحبري انا للاسف كل الحالات اللي عملت بوتوكس بهم خدوا جلسات عندي. آآ لانه آآ البوتوكس بيقلي آآ بيعمل بشلة مؤقت طبعا هو الحملة بيبقى ممنوعه تمام شهور. مع الوقت اللي بكون العضل حصل لهم عن حمل والولادة ده ممكن يقدل سبس باوري عند الحالة مع السن لما بيتقضب. آآ من ضمن الفجاة انهم ما عليكش اصلا المشكلة. تمام? آآ لانهم هو ما يقدرش عضلات جدر الحوض. آآ لان ده هيكالي عيانة مشلولة. فبيعملها في عضلة المهبل. بس فده ما بيبقاش عليك كبير. وبيضطروا برضو بعد ما اخدوا الهونا يجوا يعملوا الدراسات عندنا. آآ وبرضو عملية التوسيع اللي ما احنا بنخسر ميزة عندنا. هي المشكلة مش في ان العضلة آآ آآ العضلة المكان احتاج يتوسع. لا المشكلة بتبقى في العضلة. تمام? آآ التمانيات هي الحياة زوجية سعيدة. لكل زوين بوداد. او زوين بقاهم فترة متجوزين. عندهم المشكلة زين. ان شاء الله تي امل. ان شاء قادر تتعالجوا. ربنا يساكل زوجة زرورية صحة. معيكم دكتورة رانيا السيد عبدالعليم. دكتورة استشايل علاجة طبيعي الامراض ويساكل تتعالجوا في العضلة.